المسائل المهمة التي يجب تقريرها هنا ما يتعلق بحكم المتعد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن التعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي حمله على أقسام القسم الأول ما ثبت فيه نص وحكم متواتر ما ثبت فيه نص وحكم متواتر فكل من خالف هذا الحكم المتواتر بذم أو سب أو تنقص فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولو كان الأمر يتعلق بواحد ولو كان الأمر يتعلق بواحد وصور ذلك أن النص قد استفاض وتواتر في مسائل أولها في فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عموما وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل جمهورهم على استقامة أمر فمن طعن بهم جميعا أو طعن بجمهورهم فإنه ما طعن بهم إلا لأجل أمر قد اشتركوا فيه وما اشتركوا في شيء إلا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا تجمعهم قبيلة واحدة ولا يجمعهم حسب واحد ولا قرابة واحدة ولا يجمعهم بلد واحد ولا لون واحد وما يجمعهم إلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طعن بهم جميعا أو طعن في جمهورهم فإنه طعن بأمر قد اشتركوا فيه ولم يشتركوا إلا في أمر الصحبة ولهذا نقول قد كفر بالله سبحانه وتعالى من هذا الباب كفر بالله عز وجل من هذا الباب وكذلك أيضا منها من ثبت بالتواتر فضله من ثبت بالتواتر فضله أو ثبت بالتواتر تبرئته أو ذكر منقبة له فنزعت المنقبة ولو كان عنه وحده أو كذب ما ثبت بالتواتر من فضله وذلك في من وقع في أبي بكر أو كذب تبرئة عائشة ووقع في عرضها فهؤلاء وإن وقعوا في الواحد في الفرد والفردين لا يدخل حكمهم فيما يتكلم عليه بعض العلاقين كما في من طعن في الصحابي الواحد أو في الاثنين أنه مبتدع ما لم يطعم بجمهورهم فهذه مسألة مختلفة لأنه إنما وقع في الكفر لا لتعلق الأمر بواحد أو باثنين وإنما لتعلقه بتكذيب أمر أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة كمن كذب أن أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أو كذب بفضل أبي بكر فكفره وحده فمن كفر أبا بكر عليه رضوان الله تعالى وحده يعادل تكفير بقية الصحابة جميعا فكفره في ذلك واحد لأن ثبوت فضل أبي بكر كثبوت فضل جميع الصحابة كثبوت فضل جميع الصحابة ومثله كذلك عمر وقريب منه عثمان وقريب منه علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من اتهم أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة سواء كانت عائشة أو غير عائشة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى في عائشة لأن الله عز وجل برأها وفي غير عائشة وفي عائشة لأن الواقيعة في زوج النبي صلى الله عليه وسلم واقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عاصم الله عز وجل أزواجهم من الوقوع في الفاحشة والأصل أن زوجة النبي من الأنبياء قد يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشة يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشة كما وقع الكفر في امرأة نوح وامرأة لوط ولكن لا يمكن أن يقع منهما ولو كانتا كافرتين أن يقع منهم الفاحشة لماذا؟ لأن جرم الكفر لازم وجرم الفاحشة متعد إلى الزوج يتعد إلى الزوج ولهذا يسمى من أقر الخبث بأهله أنه ديوث ولهذا جوز الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك من نساء الأنبياء عن الكفر وما جوز وقوع الفاحشة لتعديها إلى النبي وإلى نسبه إلى النبي وإلى نسبه ولهذا نقول يقع فيه الكفر من جهته يقع الكفر فيه من جهته في عائشة وكذلك أيضا من جهة واحدة في بقية أمهات المؤمنين لأنه يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يقع في غيرهن من نساء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فذلك له حكم مختلف مع كونه جرما وإثما مبينا والثانية فيما يتعلق بالوقيع في أصحاب رفض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كان في أمر لم يثبت به دليل قطعي ولم يكن معلوم من دين الإسلام من الإسلام بالضرورة وذلك بالوقيعة في الواحد منهم ووصفه بشيء لا يشترك فيه مع غيره وذلك أن الصحابة يتباينون من جهة الحدة والغضب والقوة والضعف والكرم والبخل والشجاعة والجبن فهذه مراتب يتباين الناس فيها يتباين الناس فيها فمن وصف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات التنقص والاحتقار والازدراء فإنه مبتدع ظال فإنه مبتدع ظال كمن يصف واحدا منهم بالبخل أو يصف واحدا منهم بالجبن أو يصف واحدا منهم بالضعف والخور أو غير ذلك من الصفات وإنما قيل بابتداعه مع القول بعدم عصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأسباب أولها أن هذا من الأبواب التي يتخذها أهل البدع للدخول فيما هو أكبر منها فيما هو أكبر أكبر منه فالوقيعة في وصف واحد منهم بالبخل هو ذريعة للوقوع فيما هو أكبر من ذلك فيه وفي غيره فيه وفي غيره فنقول هذا هذه بدعة وضلالة هذه بدعة وضلالة والدريعة إلى غيرها الأمر الثاني أن مثل هذه الأوصاف لا أثر بها على المتكلم فحينما يقع بين الصحابة وصف واحد منهم للآخر بالضعف أو يصفه بالبخل أو غير ذلك فإنه يقع بينهم مثل هذا الكلام وذلك لعلو منزلتهم ليس لأحد من دونهم أن يقوم مقام أحدهم فيتكلم بالآخر فيتكلم بالآخر لأن ذلك يعني الصحابة فيما بينهم ولكن لا يعني من كان بعدهم ما كان في الصحابة من خصال متباين الأمر الثالث أن ذلك يكون ذريعة للطعن بالشريعة للطعن بالشريعة فإذا أوصف الواحد منهم بالجبن وعدم الشجاعة أوصف واحد منهم بفرط القوة عن الحد المشروع أو الشجاعة المخالفة للمشروع ذريعة للطعن بما نقله من وحي أنه ربما كان مجاهدا ففعل أو كان مقاتلا فانحاز فيؤول قوله ذلك أنه جراءه عن الحد المشروع أو نكوس عما أمر به فيتسلل بذلك إلى تبديل الشريعة وتحريفه إلى تبديل الشريعة وتحريفه ولهذا نقول وإن جاز على بعض أفرادهم من الخطأ وما يجوز على النفوس البشرية فإن الإمساك عن ذلك واجب وإن الإمساك عن ذلك واجب وكذلك أيضا فإن هذا من طرائق أهل البدع أنهم يجعلونه بابا للدخول إلى غيره وكذلك أيضا فإن من نهج أهل السنة والجماعة وطرائق السلف في التعامل في التعامل بروايات الخلاف التي تكون بين الصحابة وغير ذلك أنهم يمرونها وكما جاءت من غير خوض فيها إلا بما يستفاد منه حكما إلا بما يستفاد منه حكما فقهيا وما يفيد الإنسان عبرة وعظة وما يفيد الإنسان عبرة وعظة من غير أن يكون الإنسان حكما أو قاضيا بين المتنازعين يقضي لهذا ويفصل لهذا ولا أثر لذلك عليه لا في حكم في مسألة فقهية ولا اعتبار له في ذلك وكذلك أيضا من غير إكثار في الكلام في ذلك عند عامة الناس عند عامة الناس ممن لا يعنيهم ذلك ذلك الخلاف ولهذا من نظر في الكتب المصنفة كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد تجد أنهم لم يردوا شيئا من هذا النوع لم يردوا شيئا من هذا من هذا النوع إلا نزرا يسيرا له أثر في أبواب الأحكام له أثر في أبواب الأحكام أو له أثر في أبواب الاعتبار والاتعاض والاستبصار وغير ذلك أما معد ذلك فإنهم يحجمون عنه ولو كان بأصح الأساني ومن نظر في الصيحين ونظر في السنة الأربع ونظر في مسهد الإمام أحمد يجد أنهم يجرون على هذه القاعدة ونكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد